يا أخي الواحد كده أول ما ييجي يبدأ البرنامج أو يبدأ الفقرات أو المقدمة بتاعت البرنامج يبقى فيه في دماغه 900 مليون فكرة وييجي 3 تريليون موضوع تقدر تتكلم فيهم وتتناقش فيهم وأظنهم كلهم بيبقوا متعلقين بالمواطن المصري بس أنا يمكن آخر فكرة طرقة زهني دلوقتي حالا هي ماذا حدث للمصريين وبالمناسبة مش بالمنظور أو بالمنطق السلبي بالعكس بالمنظور وبالمنطق الإيجابي يعني الغالبية دايما هتتكلم عنه ماذا حدث للمصريين في إطار أنه ممكن يكون حصل سلبيات كتير جدا في طريقة التفكير وسلبيات كتير جدا في الأداء وسلبيات كتير جدا في المشعارف إيه إلى آخر مش كده خالص لما تيجي تشوف أنه ماذا حدث للمصريين اللي تقال في فترة حالكة من تاريخ الوطن أنه المصريين مش بتوع شغل المصريين عاوزين يعودوا حطين رجل على رجل وماشتغلوش واخدوا فلوس المصريين مش بتوع إنتاج المصريين هما الصناح حضرة على حاجة وعايشين على أمجاد قديمة يعني قريبة من الأغناء أمجاد يا عرب أمجاد فيبقى أمجاد يا مصريين أمجاد الكلام بتاعه عملتوا إيه من أيام الهرم أنتوا بتقعدوا طول الوقت تتفخروا بحضرتكم القديمة لكن من بعد كده ما حصلش حاجة مع أنه بالمناسبة يعني تاريخ الإنجاز المصري لم يتوقف على الإطلاق لكن للأسف الشديد ساعات كتير جدا لما يبقى فيه طغمة بائسة تحكم الأوطان تدفع بكم أفكار وإحاءات سلبية وتقعد تضخها فيك علشان يبدأ الفساد ينم ويكبر ويستشري جوه المجتمع عشان هم هذه الطغمة البائسة بتبقى مستفيدة من وراء هذا الفساد بتكبر بتتغني وهكذا عايز تقول إيه يا يوسف عايز أقولك أنه الحقيقة المصريين دول اللي تقال عليهم حاجات كتير غلط هم هم اللي بنوا مدن جديدة من الجيل الثالث والرابع على مستوى العالم بمواصفات عالمية مصريين إحنا ما جبناش شركات أجنبية لا من إنجلترا ولا من فرنسا ولا ألمانيا ولا أمريكا ولا بلاد تركب الأفيال ولا واق الواق خالص المصريين العمال المصريين والمهندسين المصريين والمعمارين المصريين والمصممين المصريين ومهندسين الكهرباء ومهندسين الميكانيكا اللي بيعملوا البنية بتاعة محطات المعالجة والتحليق والصرف الصحي كله مصري في مصري يعني لو عاوز تسميها بالبلد كده اللي حصل في مصر في السبع سنين دول طبخة مصري طعمها حلو قح نفس مصري بأدين المصريين وبالمناسبة بفلوس المصريين ودي حاجة برضو مهمة جدا الله يعني المصريين اللي يعملوا مصانع جديدة تنتج موبايلات وتابلتس ومش عارق في سبع سنين تقول لي أصلا ما يعرفش يعمل كذا وكذا المصريين اللي يبدأوا يشتغلوا على إزاي يتم إنتاج طاقة نظيفة وخضراء تطلع من الشمس والرياح وتقط هيدروجين تقول لي أصلا ما كانش المصريين يعرفوا يعملوا حاجة دول عاشين على مجاد قديمة أقول لك إزاي رجل المصريين اللي بيعملوا عربيات كهرباء وعربيات بالغاز انتجوا مصر في مصانع مصر دول كانوا إيه مش مصريين ولا إيهما هم نفس المصريين هم أنا وإنت والأكبر مننا شوية والأصغر مننا شويتين هم المصريين بفلوس المصريين بعقول المصريين بعلم المصريين بالعلام والتعليم بتاع المصريين تاني هم المصريين دول هم اللي عملوا جامعات النهاردة زي الجامعات الاهلية اللي أصبحت دخلة أهي على خط المنافسة مع الجامعات الكبيرة ببروتوكولات تعاون ومناهج جديدة ومش عارب ايه مع الجامعات الكبيرة اللي في العالم علشان تقدر تنافس علشان هتشوف الجامعات دي ما وخلي بالك علشان الجامعات دي تطلع في التصنيفات الدولية بقى في أهم مئة جامعة مثلا مش هقولك ألف جامعة ولا خمسمائة في أهم مئة جامعة عايزين لنا 15-20 سنة وده في عمر الأوطان ولا حاجة بالمناسبة وفي عمر الجامعات يعني لما تيجي تتفرج على جامعة زي جامعة أكسفورد جامعة أكسفورد دي بقى لها تقريباً ألف وخمسين سنة علشان تبقى جامعة أكسفورد يا سلام أو هارفرد أو ستانفرد أو كيمبرج إلى آخره طيب الجامعات الجديدة بتاعتنا دي شوفها تعمل إيه مش بس كمان الجامعات الجديدة حتى الجامعات القديمة أو الجامعة عندنا زي جامعة القاهرة يا سلام شوف هي قاعدة عملة بتتقدم إزاي؟ شوف جامعة عين شمس بتتقدم إزاي؟ شوف جامعة أصيوت بتتقدم إزاي؟ وهكذا طب لاش الجامعات؟ هو إحنا المصريين مش إحنا اللي عاملين أكبر محطة للمعالجة على مستوى العالم اللي تعملت في بحر البقر ده مثلاً هو مش إحنا المصريين اللي عاملين أكبر حقلة لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط واحد من أكبر حقول إنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم فأول أربعة على مستوى العالم وده في أقل التقديرات اللي لم يكن هو الحقل الأكبر من حيث كمل إنتاج بتاع الطاقة بالميجاوات زي ما بتتأس هم المصريين مصريين إيه اللي ما يعرفوش يشتغل مصريين إيه اللي ما يعرفوش ينتجوا المصري في النهاية هو هو نفس المصري نفس الجين نفس الطريقة كل القصة عاوز قيادة حكيمة مصرية وطنية تقوله خد بالك إحنا طريقناه وده طبيعي بالمناسبة يعني أنت عاوز تقعد تتفرج على العالم كان بيبقى عامل إزاي من سبعين سنة قعد تفرج وقرأ على شكل أوروبا من سبعين سنة كانت عاملة إزاي ومن مئة سنة كانت عاملة إزاي ومن متين سنة كانت عاملة إزاي كانت حاجة تكسف بالمناسبة يعني تكسف طيب تيجي تقولي ولازالت هناك بعض الأمور هو بالمناسبة ولازالت هناك بعض الأمور في إنجلترن هو فيه شوارع في قلب لندن ما تقدرش تعدي فيها هتتثبت في قلب لندن مش في حتة تلك مش بعيدة يعني في قلب لأ تتثبت تثبت تثبيتها من اللي هي وتتخذ الساعة والمحفظة والنظارة وما إلى ذلك هو أنا بقول لك إن إحنا النهاردة وصلنا إلى وضع مثالي بين الأمم يعني إحنا النهاردة ما عندناش ولا عيب لا عندنا هل إحنا النهاردة أعظم اقتصاد؟ لا إحنا مش أعظم اقتصاد هل إحنا أعظم تقدم وبحث علمي؟ لا إحنا مش أعظم تقدم وبحث علمي هل إحنا أعظم بني أساسي؟ لا إحنا مش أعظم بني أساسي خالص هل إحنا أعلى معدلات إنتاج؟ لا لكن هنا بقى في سؤال تاني اللي هو ييجي بعد كلمة لكن هو مش إحنا بدأنا الطريق؟ أيوة فندم بدأنا هو مش إحنا بدأنا بنجاح؟ أيوة فندم إحنا بدأنا بنجاح هل اللي احنا الشوط اللي قطعناه في السبع سنين ده كان نتصور لأي حد في الدنيا سواء اذا كنا بالنسبة لنا احنا كمجتمع مصري او بالنسبة لمجتمعنا العربي او مجتمعنا الافريقي او المجتمع الدولي بالتعبير الرائج ده بتاع العالم قرية صغيرة ومصطلحات العالمة ما فيش حد كان عنده اي تصور او تقدير انه مصر هتقف النهاردة بهذا الشكل وبهذا الحجم على الاطلاق ولا ادخن خبير اقتصادي ولا سياسي في العالم كان يقدر يقول من قبل السبع سنين دول انه نيجي في 22 نبقى وقفين الوقفة دي استحالة ولا واحد طلع تقرير شبه ده يا راجل كانت التقرير بتطلع ان احنا خلاص دولة غارقة انتهت بعد الشر عن الجميع يعني العكس تماما هو اللي حصل اللي حصل ده انا بقول لك اهو تاني اللي حصل ده هو معجزة بكل المقيس بكل المقيس ولا كان حد يتصور ولا كان حتى يتحط في الخيال المونوريل ده بالمناسبة ما كانش حلم يعني ما كانش موجود في خيال حد فينا ده على سبيل مثال للحصر انا بجيب لك هنا ايه حاجة واحدة مش في خيال حد ان احنا هيبقى فيه عندنا قطار كهربائي معلق احادي القطبية او احادي القطبان اللي هو المونوريل احنا ولا حد كان بيفكر فيه قبل السبع سنين ولا في دماغنا يعني ما نعرفش مش في دماغنا اصلا ولكنت قلتلك كده اي حد على الاطلاق جوة جامعة قاعد على القهوة هتقول له كده يعني هيهريك ترياء هتبقى انت بقى فكهة القاعدة على طول هو انت كنت تتصور انه يتعمل عندك قطر يعدي من البحر المتوسط لحد البحر الاحمر ده بقى مش قناة السويس الجديدة ده قناة السويس جديدة الجديدة القطر ده زيه زي قناة السويس لما اتعملت في القرن التسعتاشر زيه زي قناة السويس الجديدة اللي عملناها في خلال السبع سنين القطر ده مش بتاع الاغنية ده بتاع الناس القطر ده مش بتاع البني قدمين وبس ده أطرب أضايع ونقل مهمات ومواد خام ومصنعات مواني جوية برية بحرية ترسانات طيب الجيش المصري العظيم والعتيد كم التحديث اللي حصل في الجيش مزهل مزهل تبقى فيه عندك معدات وقاليات عسكرية عمرنا برضو ما كنا نتصور انها تبقى موجود وإحنا كنا نتصور ان احنا يبقى فيه عندنا حاملة طائرات احنا والله أبدا ولا كان في البال ولا في الدماغ التطور اللي حصل في الصناعة العسكرية الصناعة مش بقولك بقى على انه كمان جبنا معدات وجبنا قليات وأسلحة وصناعتنا العسكرية والتقدم التكنولوجي اللي بيجرى بمنتهى السرعة في الصناعات العسكرية موزهل يجي واحبا ايه فيه حد كده بيبقى عادة تافه يعني يجي يقولك ايه يجي يقولك ايه بعضه هتقولي التكنولوجيا الصناعات العسكرية واين الصناعات المدنية طيب هنا دايما يقرد على هذا التافه انه بمنتهى البساطة والسلاسة واليسر التكنولوجيا في العالم تبدأ اولا جوه الصناعات العسكرية ثم تنتقل الاستخدام المدني عشان بس تبقى فاهم يعني يعني لما تيجي تقرأ مثلا مثلا على نتائج الحرب العالمية الاولى نتائج الحرب العالمية التانية اكبر حربين اهو على مستوى التاريخ هتيجي تشوف ان من ضمن النتائجهم كانت هناك ايجابيات بعيدة عن اي حاجة متعلقة بالسياسة انه حجم التطور التكنولوجي اللي تعمل لخلق الى عسكرية او لابداع او ابتكار او اختراع الى عسكرية سلاح جديد ادى الى انه هذه التكنولوجيا انعكست على المجتمع بعدها ببضع سنوات ده طبيعي ده طبيعي وطبيعي جدا ده بيحصل في امريكا بيحصل في اوروبا بيحصل في اسيا بيحصل عندنا في مصر كاول بلد في الشرق الاوسط تشتغل بالطريقة دي كما جارت العادة مصر هتفضل دائما دائما هي البلد الذي يجمع الكل يجمع الكل مش بس المصلحة لا الاهم الوفاق الاخوة المحبة العلاقات اللي هتفضل طول الوقت مرتبطة ببعضها